السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أيها المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فاستبقوا الخيرات برنامج خيري نبحث فيه عن بعض الحالات الإنسانية الفقيرة أو المريضة التي في حاجة إلى عونكم ومساعدتكم فاستبقوا الخيرات تعودت دائما أن تأتي لحضراتكم بحالات تقشعر لها الأبدان لماذا؟ الهدف من ذلك أن نساعدهم من منطلخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم والله عز وجل جعلنا سببا لأن ننقل لحضراتكم بعضا من تلك الحالات لعل الله عز وجل يجعل السعادة على أيديكم أنتم حالة أخ كريم شاب تزوج وأنجب وعاش وشغال وكافي خير وشره زي ما بقوله لكن فجأة أصابه الله عز وجل بالمرض والمرض والموت يعني بدون مقدمات كم من إنسان صحيح فجأة بيعمل تحليل بيعمل إشاعة ده عنده المرض الخبيث ده عنده فشل كلوي ده عنده تليف على الكبد نسأل الله رب العالمين أن يعافينا جميعا وأن يشفينا وأشفي أمراضنا جميعا أبو منا كان شغال ويصرف على أولاده عنده تلات بناته واد وزوجه وقاعد ويعني شغال والحمد لله ومستور لكن أصيب بفشل كلوي اضطر إلى أن يبيع ما وراءه وما أمامه للعلاج محتاج تقريبا كل أسبوع إبرة الإبرة بكام بمية بمئتين إبرة بألفين جنيه كل أسبوع كل أسبوع إبرة بألفين جنيه طيب هجيب منين لم يجد إلا أن ترك بيته وذهب عند بيت حماته وبيت حماته حنشوف التقرير بيت لا يصرح للحياة لكن الناس يعني حمد ربنا سبحانه وتعالى ورضي بقضاء الله عز وجل اتصل بي فاستبقوا الخيرات ذهبت إليه الجمعية بمندوبها سجلوا معه صوروا معه وحنشوف تقرير أبو منا وإنتوا حضراتكم هتحكبوا إيه المطلوب الدين اللي عليه العلاج اللي محتاجه المشروع اللي محتاجه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الكلمات القليلة فرجا لهمه مع تقرير أبو منا ونعود إليكم بإذن الله رب العالمين ونعود أبو منا اجبت مش الحمام يتبول دم و بيرجع دم و بقم المناخرة نفسه ببرد بناشفه من سد الدنيا للعالم برجع دم و بتبول دم نفسه في دم نفسه العين العين بتنزل اللحن و نهضه في البيت اهلا و مرحبا بكم في النوى كان فاستابكوا الخيارات النهاردة احنا في الحافظ اسكندرية منطقة الولورديان عند ابو منا و ام منا ابو منا كلم الجامعية واستغاز بالجامعية و بحضراتكم تعالوا نشاف ابو منا ايه اللي هو ما يحتاجه من الجامعية و من حضراتكم حدوثك انا بعاني من مرض ورا مع الكبد و معايا ثلاث بنات و ولد و زوجة و ماليش اي دخل و حدوثك زي ما شاف المكان كده زرافنا صعبة جدا و ولاد الحلال بيعتفوا علينا بعض الجرام اللي بيدينا 10 جنيه اكل بيها و اللي بيدينا 20 جنيه و ما بقدرتش اشتغل و بسبب الورم ده ساعدتك عمل تلايه في حد كبد تدخم في الطحال كل اسبوع باخد ابرة بألفين جنيه ابرة الفيروس بألفين جنيه طب انت ما حاولتش انت تعمل اللي هو على نفقة الدولة ده حدرتك روحت عملته و انت عارف جرات الحكومة بتبقى صعبة جدا و ما عملتهوش و ولاد الحلال برضو بقفوا معي كل اسبوع بيجوبوا لي الابرة و انا بقى ليه اسبوعين حضرتك ماخدتش الابرة قد دلوقتي و بسبب اللي ماخدتش الابرة بقى ليه اسبوعين ساعدتك اول انبارح دخلت الحمام بترجيع دمي من مرخيره و بنبققي بطريقة فضيحة ابو منا طب انت عايزين نعرف السائل المشاهدين انت بليش حياتك اليومية ازاي والله يعني بعض الجرام بيساعدوني و مومنا حضرتك ممكن تروح بيات مسلا تقسل سجادة حد يساعدك كده اه بيكفيكم على مصاريف العيشة؟ لا طبعا سات لا ما بكفينيش طبعا تلت بنات وولد صعب يكفيهم ثم البنات في مراحل تعليم؟ ايه و سيادتك مش هادر اعلمه مش هادر اعلمه حضرتك و دك زي ما انت شايف العيشة غالي او التعليم عالي و انا نفس ادخل عالي غلامة دارس مصاريف علاجك بتجيبها منين او مين بيقدر يساعدك فيها يعني انت عليك اي مصدر داخل او اي مصدر معاش؟ اي مصدر كل ايبرة غالية والدينت بسببها و 15000 جنيه الايبرة بتجيبها بكام عبو منا؟ ب1000 1000 جنيه ب1000 جنيه يعني انت عليك 14000 جنيه 15000 جنيه يعني 8 ابر او 7 ابر تقريبا متدين بيوم متدين بيوم متدين بيوم و مكاتب عن نفس واصل اعمال عبو منا طب انت ايه اللي انت تطلب من السنة الموشنيري بيشافوك دلوقتي؟ عضرتك بطلب يعني من بعد اهل الخير اللي يساعدونه في موضوع الابر سيادتك لاني بالي اسبوعين ماخدتش الابرة و دخلت الحمام برجع دم وبتبول دم بسبب اصر قلة الابر اللي انا ماخدتهاش ام منا طب انت عايزين يعرف انت بديش حياتكم اليومية ازاي هنا في مصريف ابو منا و في مصريف العلاج والابر اللي هو بيحتاجها دي كل اسبوع ولا زي ما حادتك ابو منا قال لحادتك احنا بديانين ب15000 حق الابر 8 ابر و بالو زبوعين ما بيخدش الابرة فبخدش الحمام يتبول دم وبيرجع دم بقما من اخيره والناس بتطلبنا بتلوسها و مش عارفين نعمل ايه زي ما انت شفت حضرتك كده و شفت العيشة و شفت احنا عايشين ازاي تصرفوا منين يعني او انت بتجيبي مصريف العجوة منا من ايه لا والله احنا انا بطلع سيق سلم باخسل سجادة بجيب 20 جنيه 10 جنيه 15 جنيه والله ما بيكفونا عيش حال سيبي الاولاد دي والطفل الصغير و تلاهي اتبر اه باسيبه واللهي واللهي باسيبه فعلا انت ايه اللي انت تلبامي الساد المشاهدين يا مو مننا انت تلبامي الساد المشاهدين ان دينا الساد و العيال دي تخش المدارس زي اي عيال و عايز اعيش ادمية كده نعيش فيها زي ما شفت حضرتك عايزين عيش ادمية نعيش فيها زي ما جيت شفت كده حضرتك المكان فاضي ولا بتجاز ولا السالة ولا التلاج ولا اي حاجة و ديك زي ما شفت الارض و ديك شفت احنا عايشين ازاي و بطلب من اهل الخير اللي يساعدنا يقف جنبنا ربنا يسترها معاه و ربنا ما يرميهم ولا ربنا ما يدرهم في اي حاجة نفسك في اي امانة نفسك بابا ربنا يشفي من سد الدين اللي علينا و نخش المدرسة زي العيال كلها ان شاء الله تروح المدرسة اي مانة و هسد الدين اللي عليكم ماشا الله نفسك في عاجة تاني نفسي في دوم نفسي العيد عشان اما احنا الناس كلها العيال كلها بتنزل الشرعة و احنا لا نفسك في اي عاجة نفسي نفسي اروح المدرسة و اجيب اي دوم العيد شاء انا لما العيال بتنزل اللي احنا بنواده في البيت نفسك في لبسك دي لعشان تنزلي بي مع اصحابك اه و اي تاني وبابا ربنا يشفي وبابا ربنا يشفي و يزحن و يزد الدين اللي علينا والله يعني بقولي السادة المشاهدين السادة المشاهدين اهل الخير ان هما شافوا حالتي يعني و يساعدوني في الدين حق تمن الابر والبنات دي نفسها تتعلم زي اي بنات و يساعدوني يعني اللي انا اعلمهم و عيشهم عيشة كويسة و حديدك شاف المكان اللي انا عايش فيه غير اقدمي و اتمنى يعني اشوف بنات زي اي بنت في المدارس و حتى ربنا يكرم اهل الخير يا رب اللي هما يساعدوني في علاجي ابو منا زي ما قلنا عنده تلات بنات وات ابتلاه الله عز وجل بفاشل كلوي بيغسل كلا بيحتاج ابر استودين بخمساشر الف جنيه زي ما شفنا محتاج يسد الدين اللي عليه و محتاج مشروع يعيش منه اي مشروع احنا دايما بقول المشاريع المتاحة المشاريع المتاحة محل بقالة المشاريع المتاحة محل علف المشاريع المتاحة محل خضار حاجات بسيطة عشرة خمساشر الف جنيه حييعيش منهم حيطلع اكله و شربه و ايجاره منهم لكن نايم مريض مش لاقي فلذلك اتصل و ذهبت الكاميرا وسجله معاه و شفنا حاله محتاجك عشان تؤفوا جنبه عشان ايتام اللي عنده عشان تسعدوه عشان الله سبحانه و تعالى يفرج عنك اياك ان تظن ان الدنيا مستمرة لا قال سبحانه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الايام نداولها بين الناس كم من غني اصبح فقيرا و كم من فقير اصبح غني و كم من صحيح اصبح مريض و هكذا الله سبحانه و تعالى هو الذي بيده الملك و هو الذي كما قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك ملك الله سبحانه و تعالى مطلق لكن ملكك انت مقيد و الله الذي لا اله غيره ستترك كل ما عندك او يتركك اما ان تموت و اما ان يحدث كما يحدث ملكك كثير من التجار الذين يكنزون و الذين يمنعون و لا يتصدقون فجأة هزة اقتصادية ضربته ضيعت ذهبت بكل امواله لكنه لو اتق الله عز و جل و اخرج ما كتبه الله عز و جل عليه اخرج زكاة و اخرج صدقاته و طهر ماله فالله عز و جل يطهره كما قال الله سبحانه و تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله حتى ان يرث الله الارضى و من عليها قال سبحانه خذ من اموالهم صدقة لماذا يا رب ما الفائدة التي تعود على الصدقة حينما اخرجها على من تعود الفائدة اسمع الى الاية ايها الاخر الكريم و تأكد ان قول الله عز و جل صدق و حق خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها تطهر من العلماء قالوا ان التطهير يعود على المتصدق يعود على المتصدق نعم حينما تخرج زكاة مالك فالله عز و جل يطهر قلبك من الشح و من البخل و يطهر اموالك و يطهر اموالك و ينميها و ينميها لان الزكاة هي النماء هي البركة فالخير يعود عليك انت برك في مالك و ان كان قليل ما دمت قد اديت حق الله سبحانه و تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم فالخير يعود عليك انت و ايضا يعود على المتصدق عليه يعود بماذا؟ بان يطهر قلبه قلب المتصدق عليه قلب الفقير من ايه؟ ما هو لما كن انا فقير و مش لاقي ااكل و شايفك قدامي رايح جاي عندك فلوس و عندك عربيات و عندك و امطنشني من السائل فيي و انا مش لاقي ااكل و انا باكل من الزبالة و انا مش لاقي حد يعطف علي طب ما لابد ان احقد عليك لابد ان عيني في مالك ساحسد مالك لكن حينما تعطي الفقير فالله سبحانه وتعالى يرفع الحسد من قلبي و لذلك ايها الاخوة الكرام احنا عايزين نساعد ابو منا نسد الدين اللي عليه عليه 15000 جنيه عايزين حقنا كل اسبوع ب1000 جنيه و عايزين نعمله مشروع يعيش منه هو و اولاده ده كم تقرير ابو منا احنا طبعا كما عودناكم و كما قلنا قبل ذلك على هذه الشاشة المبركة فستبقوا الخيرات بدأت بدري جدا في توزيع شونة رمضان شونة رمضان تعودنا عليها و الناس الفقر تعودوا عليها هي شنطة يعني مش حاجة بالنسبة لك انت حضرتك لما تعمل صدق شنطة اتنين تلاتة عشرة في مية في ميتين بالنسبة لك مش حاجة لكن بالنسبة للفقير لما يدخل كده عليه المندوب بشنطة فيها جميع متطلباته لمدة اسبوع حتى على الاقل بيكون سعيد فاحنا بدأنا بفضل الله عز وجل منذ الخميس الماضي و يوميا بإذن الله رب العالمين و مستمرين في ان نجيب البلاد و القرى و الاماكن الفقيرة لتوزيع شنطة رمضان شنطة رمضان فيها طبعا زي ما قلنا فيها بلاش نعد يعني فيها تقريبا عشرة اصناف من الحاجات اللي انت محتاجها محتاجها يوميا كلنا محتاجين رز و سكر و شاي و صلصة محتاجين زيت محتاجين ملح محتاجين شنطة تشمل هذه الاشياء في بداية رمضان ان شاء الله رب العالمين عايزيني الشنطة يبقى فيها بروتين فيها دجاجة فرخة او فيها نص كيلو لحمة او كيلو لحم تبع عدد الاسرة ف باذن الله رب العالمين بدأنا منذ الاسبوع اواخر الاسبوع الماضي في توزيع شنطة رمضان و في احتياج ان شاء الله يستمر الامر في احتياج نوسعه مش عايزين نسيف فئر يعرفنا او اتصل بينا الا ما نديله شنطة رمضان طب ده بيقيد مين بعد الله سبحانه وتعالى انت حضرتك تتصل تقول ان شاء الله انا متبرع بمية شنطة ليه لا ليه لا شوف عندك قد ايه و شوف الله سبحانه وتعالى منع عليك بقد ايه شوف انت كنت هتعمل العمرة السنادي و العمرة موقوفة تمن العمرة انت 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 كنت بتطلع بتطلع سبع نجوم او خمس نجوم بتصرف خمسين الف و تلاتين الف في العمرة مش كده؟ طيب لما اقول انا يا رب بنية العمرة انا فلوس العمرة بطلعها بفستبخوا الخيرات عشان يطلعوا شنطة رمضان عشان يجوبوا دجاج عشان يجوبوا بروتين عشان يجوبوا لحوم عشان يوزعوا على الفقراء ان يأكلوا الله لك اجر العمرة باذن الله رب العالمين ولك اجر اطعام الفقير لك اجر التصدق معنا مسجد في الطفيح هنشوفوا ونشوفوا وصلوا لايه ومحتاجين ايه ونعود الى حضراتكم باذن الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله تبارك تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تبارك تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه ربنا للإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللمعروف امرا وعن المنكر ناهيا فبلغ رسالة ربه ونصح لأمره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه قام لله بالصبر حتى بلغه رضاه لما ذكر ربنا تبارك تعالى فضل اعمار المساجد انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الاعمار ايها المسلمون له معنيان معنى حسي ومعنى معنوي طب عاوة تصدق اللهم اني قد تصدقت بعرضي اي حد يتكلم في حقي فان ايه اهي صادقة يا راج طب احنا دلوقتي ربنا مدينا الجهد والمال فنحن نحتاج الى ان نتصدق الامر التاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعاتهم ظلوم الله في ايه في ظله يوم لا ظله يذكر سيدنا النبي يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد احنا محتاجين يا جماعة دلوقتي اللي احنا نبني جزء الله خيرا من تبرع بهذه الارض ارض ما شاء الله واسعة وشاسعة ما شاء الله لكن تحتاج الى اللي احنا بقى نبلط محتاج الى اقامة وتشهيد هذا المسجد محتاج السقف دورة المية محتاجين اللي احنا نقيم دورة مياه كل ذلك يكون في ميزان حسنات العبد يوم القيامة وانا اذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نفس الحديث اللي هو قال فيه اللي هو رجل قلبه ومعلق بالمساجد قال ورجل تصدق بصدقات فاخفاها حتى لا تعلم شماله ده من شدة الاخلاص الحجة وهي كانت صليت دائما تدعو والدته لسه عايشه وعنده واحده ثمانين سنة تقول يا ربي يا ولادي اشوفكم بني المسجد انا بقول باللغة العمية زي ما هي كيف تقول يا ربي يا ولادي اشوفكم ايه بني المسجد فاحنا والله قبل ما تموت بدأنا كلنا الحمد الله خمس رجالة فبدأنا الحمد لله بناء هذا المسجد بامكانياتنا جزاكم الله خيرا يعني المكان حاجة مشرفة دي تقريبا مكان الحمد تقريبا خمس حمامات ان شاء الله حاجة هاشم مستشار الإعلام ان شاء الله يعني بإذن الله نويين تعمله ان شاء الله بسم الله والسلام والسلام على شرحك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا طبعا في المساجد اللي عدت احنا بنقض المسجد وبنقول يا رب عالتبرعات فهذا الخير كثير فاحنا منتظين تفاعلكم معنا اتبرع لوالدك اتبرع لوالدتك اتبرع لأخوك ساهم معنا في بناء هذا المسجد خد صدقة ليك لأخوك لأختك لأمك المهم ان انت تساعد معنا عشان يعني نكمل المسجد ده زي المسجد اللي قبل منه انت شوفت طبعا اللي افعال بتاعت فاسبكوا خيارات وشوفتوا شغل الجمعية عامل ازاي عرفة عزوز امين صندوق مؤسسة من الشر دكتور عبر رحمن عزوز رئيس مجلس دولة سابقا انا اولا احب اشكر الشيخ احمد والحاج هاشم انهم جايلين من منطقة احنا اعتبر منطقة نائية منطقة اطفيح دي منطقة نائية بشكر الناس دي انها جت لحد هنا النهاردة عشان تصور بجد احنا محتاجين تبرعات محتاجين اهل الخير ده بيت ربنا الناس كلها تعبانة هنا واحنا كمؤسسة المؤسسة بتاعتنا شغالة على مركز اطفيح مركز اطفيح ده مركز كبير جدا موسيقى ورجعنا لحضراتكم بعد ما شفنا تقرير عن المسجد في قرية فاطفيح وشفنا ازاي ان اهل الخير تبرعوا به ومحتاجين يكملوه انت لابد من التعاون خير بيوت الله في الارض هي المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك لو بنيت بيت لله هيبني لك بيت في الجنة طب احنا بنتعب اروحنا ونصوم في الحر ليه؟ بنروح نعمل عمر عشان ايه؟ بنقوم في صلاة الفجر نتوضى ونعمل ونخرج للمساجد عشان ايه؟ عشان الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو شاركت بأي جزء في بناء مسجد لله سبحانه وتعالى بنى الله لك بيتا في الجنة ده تقرير عن المسجد ودي تقريبا تالت حالة او تالت حلقة نزيع ونعلن على المسجد بتاع الطفيح بس انا ما عرفش هو الناس فين؟ فين اهل الخير؟ لغاية الوقت محدش اتصل وقال لك انا متبرع بمثلا بصبت السقف بتاع المسجد محدش قال انا متبرع بالسراميك او بالرخام بتاع المسجد محدش قال انا متبرع بالسباكة الاتصالات بالنسبة للمسجد بصراحة معدومة ولذلك عمالين نكرر ونعيد عايزين نبنيه يعني تخيل لو رمضان كان في صلاة ترويح والناس لك تعمل حسابها عشان يصلوا في الترويح في رمضان كان موقفنا ايه؟ احنا عايزين تهتم نعم اهتم بالبشر واهتم ببيوت الله عز وجل والله عز وجل والله عز وجل لأعطاك ووسع عليك وابواب الخير كثيرة ووالله لقد انا كنت في القرية دي ومالخميس اللي فات والله قرية ما فيها مسجد غير ده بعد ثلاثة كيلو عشان يصلوا نعم ما فيش صلى الوقتي لكن فجأة ان شاء الله ستعلن الجهات المختصة بإذن الله رب العالمين انتهاء الوباء وانتهاء المكروب الفيروس وحنفتح المساجد حيصلوا فين الناس دي عزينكم تتفعلوا معاهم هم طلبوا وشفتوا كلامهم والله سبحانه وتعالى أمرك بالإنفاق في كل طرق الخير أيها الإخوة الكرام لابد أن ننفق ولابد أن نتفاعل الماء الذي قال الله عز وجل عنك وجعلنا من الماء كل شيء حي المية ما فيش كائن حي وبيعش من غير مية طب انت لما تروح قرية وتلاقي أن أقرب مكان عشان يجيبوا منه المية 2 كيلو يا إما ياخد تيريسيكل 15 جيني رايح و15 جيني دا جاي عشان يجيب جيريكنين 3 مية طب هم عندوش لعنده تمن التيريسيكل ولعنده تمن المية ولعنده مية فعشان كده إحنا روحنا وشوفنا في قرية عرب في أطفيح القرية كلها من فهاش خط مية الأبعد أو أقرب خط مية ليهم مش حنفية مية تقريبا 450 كيلو اتصلوا ورحنا لهم وشوفنا وضعهم على الطبيعة محتاجين توصيله من الخط العمومي وبعدين كل واحد حيدخل في بيته يعني بقولك أنا أدخل يا مولانا إن شاء الله نشترك كلنا في حنفية بس يكون عندنا خط مية عايزين يشربوا عايزين يطبقوا عايزين يعيشوا زي الناس معايشة حنشوف تقرير عن قرية عرب الطفيح في احتياج إلى خط مية ونرجع لكم إن شاء الله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قرية زي ما انتو شايفين تابعة لمركز أطفيح محافظة الجيزة بتعاني من ايه؟ بتعاني زي ما انتو شايفين بيوت كل البيوت غير مسقوفة اللي حاطت شوية خشب وشوية سدة ده كده أبو زود خالو زي ما قولو لكن المشكلة الكبيرة مش في البيت ولا في السقف ولا في العرش المشكلة في المية المية عشان يجيب شوية مية يتوضى تخيل واحنا الوقت بنصلي في البيوت عشان نجيب شوية مية يتوضى لازم يمشي اتنين كيلو عشان يجيب مية عشان يطبخ عشان يشرب عشان حياته اليومية أقل مسافة بينه وبين المية اتنين كيلو بيتطروا يمشيوهم إما على توكتك اللي معاه بياخد توكتك اللي معوش بشيل مراته على بيترجعنا للنصول القديمة زي ما حنشوف دلوقتي إخواتنا وبناتنا وهم رايحين يجيبون المية من على بعد اتنين كيلو عرب الأش الأشرفية مركز أطفيح محتاجة مساعدة مساعدة مش زي كل المساعدات محتاجين أنا أخط مية من هناك هيكلف اتنين كيلو مسافة اتنين كيلو مية أقرب مسورة عمومية للقارية تقريباً اتنين كيلو تابعوا الناس فقرة بصفة عامة الناس الوقتي يعني الحال واقف لكن عايزين يشربوا عايزين يصلوا عايزين يأكلوا عايزين يشربوا مية عايزين يعيشوا حياتهم هيعملوا إيه؟ لجأوا إليكم أنتم يا أهل الخير عارفين أن أنت قاعد في نعيم واقعد في خير وهما نيل جنبهم لكن للأسف مفيش مية فمحتاجين النهاردة إن شاء الله رب العالمين نركب لهم خط مية خط مية وبعدين كل واحد يدخل على حسابه هما قالوا كده قالوا إحنا هنساعد بعضنا بس إنتوا ساعدونا واطلنا الخط العمومي اللي بيه نقدر ناخد للبيوت فعشان كده إحنا النهاردة اتصلوا بينا ويكلمونا وقطعنا المسافة دي كلها وجينا زي ما انتوا شايفين عشان نصور وننقل طلبتهم معاكم وزي ما قلنا لكم احنا معانا بعض من شباب أهل القرية حيكلمنا عن معاناتهم الكبيرة والشديدة في الحصول على مية زي ما قلنا بيمشي 2 كيلو تقريبا عشان يجيب مية معنا السلام عليكم السلام عليكم اسم حضرتك عماد عماد انت البلد اسمها ايه مكة زاطفيه حرب العشرفية مكة زاطفيه طيب انتوا اتصلتوا بي استبخوا الخيرات ودينا جينا لكم والناس كلها شايفاكم الوقت عالتري في زيول عايز تقول ايه الناس عايز اقول للناس ان احنا هنا بنعاني من المية قادلنا اكتر من فترات جامدة وبنمشي 2 كيلو وعشان الواحد يخسل ويتوضع ويقضي مصالحه في البيت عايز كل يوم 30 جنيه وهنا الحلقة 30 جنيه تشتروا مية ولا ايه للتروسيكل هاد المواصلة اللي بنجيب بيها يعني هم عشان يجيبوا مية لازم ياخد ياخد توك توك ايه اللي معاه اللي معوش بقى بشيل على دماغه ويعني ايه طيب يعني انت بحتاج في اليوم 30 جنيه عشان تجيب المية عشان المية المية طيب وتاكل ايه يا علم ربنا بقى من عند الله طيب اهل الخير كده جاي فينا كلهم كده طلبتك ايه طلبتنا ان احنا عاوزين المية تخشيننا هنا وعندنا ناس تعبان انا ما حالتاش اي حاج عايزين نسقف لهم بيوتهم يعني المنطقة دي تعبانة من الاخر خالص يعني في ناس ما معاش تصغف ممكن هنا في ناس بتموت مجوح يعني انا شايف البيوت ما فيش بيت عليه سقف كله اللي عليه شوية تسدة وشوية خشب شوية بوس يعني دي مشكلة كبيرة ايضا لكن احنا النهاردة اتصلتوا بينا عشان خاطر المية احنا النهاردة جايين عشان نعملهم خط مية لكن برضو البيوت كلها يعني انت اتصل او عايز تيجي معانا هنا نوصلك وشوف الوضع على الطبيعة قادر تشارك في خط المية قادر قادر تأس في بيت تساعد في صبت بيت تساعد في انه الناس دي تنستر من الشمس تنستر من البرد فعشان كده احنا النهاردة جينالكم في قرية عرب الاشراف الاشرافية طبع الاشرافية تابعة لأطفيع انت عايز تتكلم وتكلمني قلتلك حتتكلم هو الناس شايفينك احنا هنا بالعالم المية وعشان نجيب مية عايزين تل تلاتين جنيه تل سيكل يا اما توك توك ولا ما عنديش لا دا ولا دا مراطب الشيل على دماغ وما عنديش حاجة وشاف البيت وما فيش لاس ما فيش غر غر جزء وما فيش مستقافين بس طب انت بالوقت بتطلب من الحكومة ولا بتطلب من اهل الخير احنا اهل الوقت اهل الخير اهل الخير يبقى نطلب بالود كده بالرحمة لما نطلب الحكومة اه بنزعق ونعمل عشان يسمعونا لكن انت وقت تل الوقت بنتكلم نتجعنا لكم بعد ما شفنا مطالب عرب الاشرفية باطفيح محتاجين خط مية وانا حقتن بس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ان امرأة بغية من بغاية بني اسرائيل مشي لقيت كلب عطشان نزلت خلعت خفها وسائته غفر الله عز وجل لها لانها سقط كلب شف بقى انت لما تسق قرية بحلها الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لك وسوف يدخلك الجنة نسأل الله رب العالمين ان ينفع بما نقول وان يجعلكم من المتصدقين المنفقين فاسبتبخوا الخيرات التلفنات عندك من دوبنا حقيلك الى لقاء في حلقة اخرى سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم عبدالغني سليم